معانا ام ياسين من اسكندرية. الو. الو. شكرا سيخة عامر. نعمة وفضل الحمد لله. اللي بس سيخة عامر عايز اخل حدثتك سؤال بس يعني اه خايفة مني. لا ما تخفيش ان شاء الله تفضلي. يعني سيخة عامر بس اخلي الحمد لله تجر وضحه وكل حاجة يعني. يا رب. بس اه جوز قبل كده اه جوز اه مرتين بكل معرف اه يطلعها. كل معرف يطلعها اه عسان ما جاء نسو طلعها بعد كده هي جاءها مرض. أنا اتجره ده انا عيرتها بالمرض ده ومدت ايدي عليه. انا اتجره 되게 هوية ان انا عملت كده يعني. فده يعني نقول نهير. يعني واحدة من زي جاته انتي اتخى نقاءتي معاه وضربتيها. هو كان نتجوزها يطلعها مرتين فاج Rey filled مرض اي جميلة bayヤش فانا عيرتها بالمرض ده يعني. اه فانت تقول نالك سؤالaksi около 1 قد قبلك. فانا مدت ايدي عليه من حرقة يعني من حرقة وكده يعني فالاجل Yi لما بيحبين وبيعزيني كل حاجة فأنا تعداني يعني طب أنا عايزة أسألك سؤال برضو باعتبار أن أنت خفتي من أنت تسألين هسألك سؤال لطيف بس يا مواسين هو أنت تتحرق من مين؟ تتحرق من الستة اللي تجوزت ولا من جوزك؟ هو مين اللي تجوز؟ ما جوز هو اللي تجوز بس ألك سؤال مين اللي تعرفيه وتجوز؟ جوزك جوز ياه فالستة الغلبانة أنا مش أقول للستة الغلبانة يا ستة عشان ما تزعليش الستة المريضة دي هي مين اللي انت تتكلميه؟ لا يا شيخ عمر هو اتجوزها الأول وبعد كده تتعرف ما أنا بقى سألك مين اللي تتكلميه؟ جوزك جوزك بس هي عارفة أنا كان متجوز معاها والآن طيب أنا عايزة أقول لك حاجة بس عشان بس تهدي بالك الستة دي في الغالب اللي انت عملتيه معاها ده ما كانش مناسب ما كانش حلال لا تعاير حد بمرض ولا عزو باللوك بعدين يا إيه زنبه ده ربنا هو اللي بليه بيه؟ طيب تعملي ايه عشان تتخلصي من هذا الجلد للذات ثلاث حاجات أول حاجة أول حاجة تستغفر ربنا وتوبيمي عن الأمر ده تاني حاجة كل ما تذكر الكلام ده تدعيلها تدعيلها هي لأن ربنا سبحانه وتعالى وهي لسه عايشة تدعيلها أن ربنا سبحانه وتعالى هيخفف عنها وإذا انت قالت تدعيلها أن ربنا سبحانه وتعالى يجعانا من أهل الجن حاجة التالتة أن أنت تحاولي تزودي في قلبك كتير قوي قوي الرحمة الأمر التاني اللي أنا بنصح به كل الناس يا سادة إحنا حياتنا عاملة زي الدايرة أحبابنا وأزواجنا جزء من هذه الدايرة اوعوا تخلوا مع أحبابكم اوعوا تملكوا أحبابكم وتحسوا أنهم مدنيتكم وما فيش حاجة تانية اوعوا تعملوا كده اوعوا تعملوا كده مع أولادكم اوعوا تعملوا كده مع أزواجكم خليكم مراشدين الحياة فيها حيات كتيرة لازم تعطي لكل ذي حق حق وما تعتبروش ملكته لأن ده هو اللي بيخلي الإنسان أنا دماغي أعطير أنا مش قادر أستحمل أنا معرفش إيه فيتصرف تصرفات غير حكيمة لكن أنت لو رأسي أو متزنة ما كنتش هتصرفي بالتصرف ده ليه طيب؟ لأن النقاش الحقيقي بيكون مع زوجك هو إيه اللي بيخليك تعمل ده وتكلمي جوزك مش تكلمي الست دي ولا تحاولي تنالي منها لأن إيه أنت بتقولي عايزة تدخلينا في ملف الخناء إيه خيانة هي كانت عارفة أن هو متجوز طيب هو جوزك ما كانش عارف أن هو متجوز يبقى الكلام مع جوزك يبقى أنا نصحتك بالتلات نصيح دول عشان بس إيه ما يتكررش معاك كده لأن يبدو أن جوز حديدك جوز حديدك بيكرر للزواج فلابد أن أنت تعملي ده ترجمة نانسي قنقر